أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أكد أن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلوا إلى تفاهم بشأن الملمح الأساسية لاتفاق تبدل الأسرى والمحتجزين من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطع غزة أضاف ساليفان أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة حماس الفلسطينية كما أوضح أيضا أنه ينبغي عدم المضي قدما في عملية رفح بدون وجود خطة لحماية المدنيين وإيصالهم إلى بر الأمان مؤكدا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلع بعد على خطة إسرائيل بشأن العملية